حب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصار نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نكتر زلا نوص السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة الطباخ الساعة وان شاء الله اليوم سوف نحضروا حلوة كما تشوفوا كما تعرفوها جميع حلوة دي القرقعة سوف ندير نفس العجينة ونخرج فيها هذه الشكلات كما تشوفوا سوف نحضرون هذه العجينة كما تشوفون عندي هلاليات شوية باللوز و شوية بالسكر غلاسي والحلوة دي القرقعة بالنسبة للمقادير عندي 250 جرام دي الزبدة عندي نسكس دي الجنجلة مطحون عندي ساندة كاسو نص و عندي كاسو نص دي الزيت و معلقة صغيرة دي القهوة سريعة الدوابة اللي غان نرتبها شوية في الماء كما تشوفون هدوما المقادير الزبدة 250 جرام غنديرها مع كاسو نص دي الساندة كاسو نص دي الزيت غادي نخلطهم زيام غادي نضيف لهم من بعد عندي ساشين تاعباني أنا أول حاجة غادي ندير ساندة و الزبدة والزيت غادي نخدمهم زيام 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 حتى ينسجمهم زيام ماشي ضروري نديرو الزبدة والساندة عاد نديرو الزيت يعني الزيت يعنى ممكن تركوش في دقة واحدة من بعد غادي نضيف غادي نضيف هوا سريعة الدواب اللي دواب شوية في الماء شوية دي الملحة وواحد ساشي نتاعباني كما كتشوفوا غادي نخلط نضيف نسكة اللوز مطحون و نسكة الجنجلة مطحون اللوز بقشوره و جنجلة محمر في الفرن وعندي الطحين تقريبا ما بين 7-8 جرام على حسب نوعية الطحين وعندي خمارة ما عليش نديرها كلها نديرها غير واحد شوية الراس دي ما يلقى صغير تقريبا سا في غمدة زيت الطحين شيبشي و انا كنجمه اللاجينة كدشي يخصى تكون ارتباء ما تكونش قصحة كدجيبنينا هاد هاد لاجينة غير هي في الخدمة ديالها كتبغيش فيها الصبر كتبغيش فيها الخاطر اللي اناها ارتباء و في الفينيسون ديالها خاشكم تاخدوا بالخاطر و بشوية باش ما تتعرس هنا هي من بعد مجمعتها غادي ندنزيجيا و الطحين حتى كنحصل على لاجينة كدكون ارتباء كما كتشوفوا انتم ما اشتوها غادي نقسم هاد قدوز قسموه على 3000 على القيس اللي بغيتوا باش ديكم سهلة في الخدمة هي القيس اللي غادي جيكم سهلة في الخدمة انا هنا قسمت على 3 و غادي نحطها شوية في تلاجة شوية هاد غادي نخرج نخدمها منين بينخدمها غادي نخدمها بينجوج اه اه ورق دياله اه او ورق طبخ اولا ممكن استعملوا بلاستيك تاوه غادي نصرحها مزيان و غادي ندف الشكل الاول من بعد ما نصرحها دائما نديروا الدينة هكا باش كتكون طبقة مقاددة ما كتكونش بلاصة غلطة و بلاصة القيقة سبك نجيب قطعة دائرية سواء نبيتوها مش نفاقوا لعادية انا عدرت عادي غادي نقطع دوائر و غادي نحطها نستفا في اللاطا هي مني تبوت هزوها بشوية لانها راح اه يعني لاجي نرطبة بزاف كماشته و بشوية بشية باش كنناخد هاد الدوائر و كنستفون في اللاطا ما تجنهاش تكون رقيقة بزاف و ما تكونش غلطة يعني القياس هذا الشكل را كلكم كطافو كي يجي بنين غير والعجينة دخل فيها شوية لزجنجلة كي يجي شكل اخر بالنسبة للشكل الثاني غادي نقطع هيلاليات كما كتشوفوا معي تهوى نفس الطريقة غادي ندير شوية بشوية و غادي نحطو تهوى ندخلوا للفران يتحمر بالنسبة لهذا العجيم كي يتحمر كما كيكونش اللون ديالها بيض او لا لان كما كتشوفوا فيها لزجنجلة كي يجي اللون ديالها بني شوية انتم عادي تشوفوا معي شكل بعد ما عادي ندخلها للفران ديما اللي عجينا نحطوها في تلاجة عادي نخدم بها صحب يا عادي نستمر على هاد اه طريقات هي قلت لكم هي ربعات الخاطر اه في الخدمة ديالها بشوية لانا ضغية كي تتهرس و ندخلهم يتحمروا الفران نعما بعد ما حطوطهم في الطواعد ندخلهم كيمها اشتوها دوا الشاكنياء ديالهم وما كي يجي اللون ديالهم بني ما كجيش بيضا على حسب المكونات اللي فيها بالنسبة لهذا الشاكل كيمها تشوفوا هادي ندوب شوية ديال الشوكولات ويكون عندي الأنصاص ديال القرقاح طرقة رهبينة وسهلة طرقة ديال زمان انا جبنيها كندير هاد اللي صاب لي القدام كي يجيو كي يجيو كم بنينين وكي يجيو زوينين في منظر بعد ندير شوية ديال الشوكولات ونحط واحد نصقر قاعة كما هاتشوفوا صافي وعد نستمر نفس العملية ونخليهم نستفون بشي بلاتو باش نشوفي هنا الشوكولات انا هنا غن ناخدوا الواحد الكيمية قليلة اللي غادي نخدم معكم اللي غادي نصور معكم ولكن غا نحطه بالبيسكوي هاك بوحده بواطف المجمين حتى الاقرب العيد قريبا بليلة او لجوجليلات هاته غادي ناخدوا باش ما يخسرش ليا الشكل ديرهم بالنسبة للشكل الاول ولا التاني هنا غادي ناخد معاكم غير واحد الكيمية اللي غادي نصور معاكم باش شوفوا الشكل نهائي ديرهم ولكن من الاحسن تزين نخلو حتى يقرب العيد باش ما يخسرش لنا كي كاتشوفوا ده بالحال سخون يعني الشوكولات اللي احطنا وحده فوق وحده فوق بواطا اولا غادي يخسر لنا الشكل ديرها بالنسبة للشكل التاني ومن بعد ما طب يعني خسنا نديروه بشوية فعلا ضغية كي يتهرز عندهن انا شوية بالعسل وغا ندير اللوز افلي محمر ونحط واحد من نص هندير في هاده الطريقة ونص اخر هندير في اسكار غلاسي عفوا كي ما كاتشوفو كان دهنو بواحد الكيمية قليلة ديال لاسل تقدروا تديرو اي حاجة بغيتو انا فضلت لاسل على المربة او لشي كغامر او لشي هاجو وشي بقى الماداق ديال البيسكويت من بعد غادي ناخد كي ما كاتشوفو هذا وشكل من بعد غادي ناخد شوية وغادي ندير لي اسكار غلاسي يعني تقدروا تستفو واحد الكيمية لحساب القيس اللي بغيتو نحن اغير باش نوريكم غادي ندير لهم اسكار غلاسي انا اغطيهم زيان بسكار غلاسي صافي وغادي نحطهم في طبق القديم هادو التهوما غادي نخليهم فبواطا وغا نخيبهم تالي الليل قادي غادي نزينهم لان اسكار غادي يمشي ما غاديش يبقى يبعين وهذا هو الشكل اللي ها اديرهم كما كاتشوفو كي يجيو بني هنا وكي يجيو شكل عراقي وشكل يعني ديال زمان اه من احسن نبدو هكو مكن ما احسن نحوات زمان وكنتمنى الوصفة تكون لات اعجابكم ما تبخلوش عليها بالتعليقكم وإلى عجبتكم قناتي ديروا جيم وشاركو وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وبرتاجه مع اصدقائكم اساعدكم والله نعم قناتي سؤال مات قناتي 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 شكرا